ضربة موجعة أخرى يسددها الجيش الوطني في جسد الانقلاب المتهالك في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوث المتمردة فالحرب في هذه المحافظة تدخل مرحلة جديدة وفقا لما كشف عنه محافظة المحافظة هادي طرشان الوائلي في أحدث تصريحاته وبحسب المحافظة طرشان فإن الحرب ستعتمد استراتيجية مختلفة تماما عن المرحلة السابقة وتهدف إلى فتح جبهات جديدة والتوجه مباشرة إلى قلب المحافظة حيث مدينة صعدة ما يمهد الطريق لعودة المحافظة قريبا إلى حضن الجمهورية مع جميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المحافظ طرشان أكد أن زيارة نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقل علي محسن صالح إلى صعدة شكلت دفعة معنوية قوية لمنتسب قوات الجيش والمقاومة المشاركين في جبهات القتال بالمحافظة محافظة صعدة تتحول شيئا فشيئا إلى ملاذ غير آمن لميليشيا الحوثي التي لطالما تحصنت هنا فيكه في هذه المحافظة ومارست العدوان على اليمنيين وبلغ ذروة هذا العدوان في الانقلاب على الشرعية والإجماع الوطني معركة تحرير صعدة حرب ترد الاعتبار لأولئك الذين واجهوا الميليشيا قبل ثلاث سنوات على خلفية وعيهم بالأهداف العسكرية التوسعية للميليشيا الطائفية المرتبطة بإيران تضحيات تلقى اليوم اهتماما استثنائيا من قيادة البلاد فقد اصدر الرئيس هادي توجيهاته بإدراج شهداء دماج وكتاف ضمن شهداء الجيش الوطني في محافظة صعدة قرار استتبعه نداء وجهة إلى أسر وأهل الشهداء في الداخل والخارج بالمسارعة إلى تسجيل وتوثيق بياناتهم والتواصل مع اللجنة المكلفة بتنفيذ هذا القرار اشتركوا في القناة